تجتمع أحزاب المعارضة التركية الخمسة في تركيا في مقار حزب السعادة في أنقرة في أثناء ذلك قال المتحدث باسم حزب الجيد إن مرشح الطاولة السوداسية تعهد في حال فوزه بالرئاسة بتعيين رئيسي بلديتي أنقرة والصنبول نائبين له مع صلاحية واسعة وأضف المتحدث أن رئيسي بلديتي أنقرة والصنبول قدم مقترحا لرئيسة الحزب من أجل عودتها إلى التحالف السوداسي يذكر أن حزب الجيد كان قد أعلن عدم توافقه مع الأحزاب الخمسة الأخرى على اسم المرشح الموحد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة أردوغان من أنقرة ينضم إلينا مرسلون أحمد غنام أحمد يبدو أن الوساطة نجحت إلى حد ما في تقريب وجهات النظر بين حزب الجيد والأحزاب الخمسة المعارضة ماذا في التفاصيل ريمة حتى اللحظة لا يوجد هناك حديث ربما إن صحها القول بأن هناك كانت مشكلة بين رئيس حزب الجيد مرال أكشنر من جهة وكذلك مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كرجدار أولو الآن الأوساط تتحدث عن أنه ربما هذه الأزمة هي مفتعلة من قبل رئيسي الحزبين كمال كرجدار أولو من جهة وكذلك مع رئيس الأكشنر من أجل التوافق وفق هذا الحل وهو أن يتعهد كمال كرجدار أولو إذا ما تم الإعلان عنه والآن جميع التسريبات تتحدث بأنه سيكون المرشح التوافقي للطاولة السداسية في حال فوز كرجدار أولو بالرئاسة سيتعهد بأن يعين كل من رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول كمساعدين ونائبين له في الرئاسة مع صلاحيات واسعة وهنا يكون قد وضعوا ربما العائق أمام فكرة دخول الرئيساء الأحزاب الأخرى الصغيرة كحزب المستقبل وحزب الدواء وكذلك حزب السعادة ليكونوا أيضا في مناصب مساعدين رئيس الجمهورية في حال فوز المرشح التوافقي ربما هذه الأزمة التي حصلت قبل ثلاث أيام حتى اليوم وكانت هناك الكثير من التسريبات والأحاديث حول وجود ربما خط بعدم رجعة حزب الجيد إلى الطاولة السداسية لكن اليوم قبل قليل كانت هناك تصريحات من حزب الجيد بأنه تم حل تجاوز الأزمة وتم هناك الجواب الإيجابي جاء من التحالف الأمة لعودة رئيس حزب الجيد ميرال إكشنر إلى الطاولة وكذلك للتوافق حول المقترح وهو بإذا ما ترشح أو إذا ما فاز المرشح التوافقي لهذه الطاولة سيتعهد بتعيين كل من رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة كنائبين لهم مع صلاحيات واسعة فبالتالي ربما هذه الأزمة التي حلت خلال ثلاث أيام أو بالواقع حلت خلال عشرين دقيقة بعد زيارة كل من إمام أغلو وكذلك منصور يواش لميرال أكشنر رئيس حزب الجيد قبل قليل فبالتالي ربما تكون هذه الأزمة هي مفتعلة أو متفاقة عليها من قبل كل من كمال كريشدار أغلو وميرال أكشنر فيما بينهما من أجل ربما الحيلولة دون تقدم رؤساء الأحزاب الأخرى بمطالبة تعيينهم كنائبين لرئيس الجمهورية في حال فوز مرشحهم التوافقي شكرا أحمد أحمد غنام من أنقرة